موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية السادسة والسبعين من سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم ولإكمال الاستدلال السابق تستنكر هذه الآية عبادة النصارى للمسيح عليه السلام مع أنهم يعلمون أن له احتياجات بشرية وأنه لا قدرة له على دفع الضرر عن نفسه أو نفعها فكيف يتسنى له دفع الضرر عن الغير أو نفعهم وهكذا هكذا يستمر التساؤل ليؤكد الصورة وليعمق الإحساس بالعبث فيما يمارسونه من شؤون الفكر فيقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع فكثيرا ما تعرض هو وأتباعه للأذى على أيدي أعدائهم ولولا أن الله شمله بلطفه لم استطاع أن يخطو خطوة واحدة فماذا يملك عيسى عليه السلام من مقومات القوة الذاتية التي يستطيع من خلالها أن يمنحكم النفع أو يدفع عنكم الضرر إنه لا يملك شيئا من ذلك في ذاته بل هو بشر كبقية البشر في قدراته الطبيعية وليس له شيء أكثر من ذلك إلا فيما أجراه الله على يديه من آياته مما أراده الله من مواجهة الرسالة للتحدي من أجل إخضاع القفر والكافرين بطريقة المعجزة ولكنها شأن من الشؤون التي لا تملك امتداداً ولا عمقاً في شخصيته فلها وقتها المعين وحدودها الخاصة ويتحرك بعد ذلك يتحرك الإنسان في عيسى عليه السلام بقدرته المحدودة التي لا تملك نفعاً ولا ضراً لنفسها ولا لأحد فكيف تسيرون في هذا الاتجاه وكيف تأمنون على أنفسكم وتتحملون المسؤولية غداً أمام الله الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تضمرون أما وجه الإحتجاج على النصارى بهذه الآية فلأن الإله المعبود هو الذي يملك لعباده ضراً ونفعاً أما العاجز فمحال أن يكون إلها وقد ذكرت الأناجيل أن عيسى الذي يدعون له الألوهية قد أهين وصلب ودفن بعد أن وضعوا إكليل الشوك على رأسه ومن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فبالأولى أن لا يملكه مال غيره ومن كان هذا شأنه لا يعبده عاقل عليه السلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً وكان لأعرابي صنم يقدسه ويعبده وجاء ذات يوم ليسجد له كعادته فرأى ثعلباً بالقرب منه فظن أن الثعلب قصده ليتبرك به وحين أراد السجود له رأى قذارة الثعلب على رأسه فثاب إليه رجده وأخذ يحطم الصنم ويقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد دل من بالت عليه الثعلب لو دخلت إلى دائرة وفيها طوابق عديدة وفيها مئات الموظفين وطلبك لا يوافق عليه إلا المدير العام وكل هؤلاء الموظفين لا يملكون موافقة على طلبك ولا تيسيراً لأمرك هل تضيع وقتك معهم هل تبذل ماء وجهك أمامهم هل تتضعضع أمامهم القضية بيد المدير العام وهكذا بالنسبة لله وفي النهاية يحذرهم من أن يظنوا أن الله لا يسمع ما يتقولونه أو لا يعلم ما يكنونه والله هو السميع العليم السميع العليم الذي يسمع ويعلم ومن ثم يضر وينفع كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبادتهم إياه ويعلم ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء الآية التالية تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد اتضاح خطأ أهل الكتاب في الغلو أن يدعوهم بالأدلة الجلية يدعوهم إلى الرجوع عن السير في هذا الطريق فقال تعالى في الآية السابعة والسبعين قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لماذا الغلو في شخصية السيد المسيح عليه السلام ولماذا هذا الانحراف وماذا تستفيدون من ذلك كله وما النتيجة الحقيقية في هذا الاتجاه على مستوى ما تحصلون عليه من أرباح في ابتعادكم عن الحق لا شيء لأن الأمر كله بيد الله الذي يدعوكم إلى الهدى فاستجيبوا له بالسير على خط الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وهذا الخطاب موجه بظاهره إلى أهل الكتاب وفي واقعه يشمل أهل الأديان جميعا إن غلو النصارى معروف إلا أن غلو اليهود الذي يشملهم تعبير يا أهل الكتاب قد يكون إشارة إلى ما كانوا يقولونه عن العزير وقد اعتبروه ابن الله ولما كان الغلو ينشأ أكثر ما ينشأ عن اتباع الضالين أهواءهم لذلك يقول الله سبحانه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وفي هذا إشارة أيضا إلى من عكس في التاريخ المسيحي إذ أن موضوع التثليث والغلو في أمر المسيح عليه السلام لم يكن له وجود خلال القرون الأولى من المسيحية ولكن عندما اعتنق بعض الهنود وأمثالهم من عبدة الأصنام المسيحية أدخلوا فيها شيئا من دينهم السابق كالتثليث والشرك وبعد ذكر غلو اليهود والنصارى في مسألة العزير والمسيح عليه السلام يقول سبحانه يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل والمراد بالقوم ورؤساء الدين الذين يتاجرون به ويحرفونه كما يشتهون وقد وصفهم جل ثناؤه وصفهم بالضلال في أنفسهم أولا وبإضلال أتباعهم ثانيا ثم بيّن نوع الضلال والإضلال بأنه انحراف عن قصد السبيل وضلوا عن سواء السبيل لأنهم لا يردون لكم الخير والنجاح فإذا كانوا قد ضلوا ولم يهتدوا الطريق فكيف يمكن أن يمنحوكم الهدى فإن فاقد الشيء لا يعطيه وإذا كانوا قد أضلوا كثيرا من الناس قبلكم فكيف تأمنونهم على أنفسكم ولا بد للإنسان العاقل من اتباع الفكر الذي ينطلق به الآخرون إذا اقتنع به فلا يتبع أهواءهم فيما يحبونه أو يبغضونه لأن اتباع هوى النفس يؤدي إلى الضلال لأنه لا يرتكز على قاعدة فكيف باتباع هوى الآخرين فأنت ترى أنه تعالى قد وصفهم بثلاث درجات في الضلال فبين أنهم كانوا ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى الآن ضالون كما كانوا ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقابه من هذه الحالة ويحتمل أنهم ضلوا وأضلوا ثم ضلوا بسبب اعتقادهم في ذلك الإضلال أنه إرشاد إلى الحق وما ذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه قال وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وقال وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وقال وما ينطق عن الهوى وقال أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ ولم نجد الهوى يوضع إلا في الشر لا يقال فلان يهوى الخير إنما يقال يريد الخير ويحبه وقيل سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار وأنشد في ذم الهوى إن الهوى الهوان بعينه فإذا هويت فقد لقيت هوانا وسواء السبيل هو الاعتدال وترك الغلو في الدين وهذا هو الإسلام في واقعه دين قويم وسراط مستقيم وإذا كان الإسلام لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه الله بل يصرح هنا بأنه قفر ولن يكون القفر دينا يرضاه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة